اما خليني اه 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 اجيلك انا هنا كده رأيك ايه دوليا بقى فيه طرح بتاع جملائيه الوزيرة الاستخبارات اللي طالعا النهاردة تقول بدل ما ترجعوا تعماره غزة وتدوا الفلوس للانروا الفاشلة يعني هي طالعة بتعلق على منظمة امم متحدة وبتقول الفاشلة بدل ما تدلهم فلوس لاعادة اعمار غزة اه اعملوا باكيج عارف انت زي ما تقول تعالى ساحة عندنا اسبوعين وبتاع بس انت كده بقى اعمل باكيج للأسر علشان هجرة تطوعية رأيك ايه دوليا طيب احنا قلنا الكلام ده من اول لقطة كده ان اسرائيل لا علاقة لها باحترام القانون الدولي ولا بالمنظمات الدولية ولا قراراتها من اول قرارات الامم المتحدة الخاصة بالتأسيم الى يومنا هذا فبالتالي التعويل على ان هذا الكيان يحترم القانون الدولي ويحترم المؤسسات الدولية ده امر قلاص يعني منهي نمرة اتنين ده بينبق عن العقلية الاسرائيلية زي ما قال الدكتور صبحي كده ان هم برضو بيأكدوا على المؤكد داخلهم الا وهو انهم جواهم نفس الفكرة مترصخة في الحكومة الاسرائيلية لان ده مش تصريح وارد فقط من الوزيرة الاسرائيلية ده من كذا وزير وعلى رأسهم طبعا رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو يعني باختصار هم بيأكدوا على المؤكد الراصخ جواهم في كل الاحوال عشان كده احنا برضو موقفنا ثابت برضو في كل الاحوال ارصاه النهاردة اكتر واكتر سيادة الرئيس عبدالفتاح سيسي لما تحدث في قمة البريكس وقال ان كل كلمة تقريبا كانت عن القضية الفلسطينية وبالتالي التعويل على ان هذا الكيان يحترم الاتفاقات الدولية ويحترم حتى حقوق الانسان وقلنا من اول لحظة ويمكن الدكتور صبحي يتكلم عن هولوكوست اسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومحرقة بتتم يمكن العبارة دي بدأ حتى دوليا بعض القاضة الاوروبين يتحدثوا على استحياء عن ان ما يحدث هو بالفعل فكرة محرقة بتحدث لشعب الفلسطيني عشان كده انا بأؤكد على امر هام جدا ان موقف مصر الصلب والقوي يمكن اكدوا النهاردة رئيس مجلس النواب لان احنا بنتحدث بعض يقول لك ايه طب سيادة الرئيس تحدث عن الموقف المصري سيادة الرئيس وهو رئيس مصر طبعا ولكن هو يمثل السلطة التنفيذية فلما نيجي النهاردة نرسخ ده بسلطة تانية وهي السلطة التشريعية انا بتحدث عن هذا الموقف القوي طبعا انا كنت راجل عضو مجلس النواب وعارف هذا الكلام ده بيشد من عضب الدولة المصرية وعلى رأسها طبعا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيس لا بس على فكرة ايضا بيبين حاجة وده اعود فيها للدكتور صبحي ايضا في هذا السؤال ان هناك الكثير من الاراء الغاضبة يعني انا كان معايا دلوقتي حالا رأي اللي هو نلغي بقى الاتفاقيات يعني هناك غضب داخلي لدينا جميعا تجاه هذه الجهة المسمى باسرائيل مطبع